مرسل كولر نهاردة يا كريم قبل ما نكمل بقية الرحالات بعد قط اللبس بعد دخل قط اللبس بعد المباراة مباشرة وقال للاعبين انه هناك بعض اللاعبين ولم يذكر اسماء ولم يوجه كلامه لأي حد هناك بعض اللاعبين داخل الفريق فرصهم قاربط على النفاذ فرصهم معي قرب تخلص زي مين هو ما قالش اسماء هو كان بيكلم الفريق ككل وانه الحالة اللي شفت عليها الفرق النهاردة لو تقررت تاني في اي مباراة فيه لاعبين هستبعدهم لنهاية الموسيقى وقال كده رسالتي موجهة للجميع ما عنديش حد ضمن مكانه وما عنديش حد يبقى بالروح دي في الملعب وده تحذير الاخير وانا مش هعب معاكم القاعدة دي تاني ولا هقول الكلام ده تاني ده اخر مرة احنا عندنا وقت صعب جدا في السيزن ولو ما تجاوزناهوش كل العمل اللي احنا عملناه اللي فات ده مش هيبقى ليه اي لازمة ولا اي قيمة لاننا موجود هنا عشان ناخد بطلوات لكن بالشكل ده احنا مش هنقدر ناخد بطلوات الكلام ده استمر بقولك طبعا على العنوين الكلام ده استمر فترة طويلة اللي يبقى قعدت وقت طويل جدا حد ما خرجت من قط اللبس بعد اجتماعهم مع كولر هو اصر ان الاجتماع يكون بعد المباراة وشاطها لانه كان غاضب جدا جدا وتأخر حتى على المؤتمر الصحفي قبل ما يدخل المؤتمر الصحفي ما بين الخروب من قط اللبس وكل مؤتمر الصحفي فكولر كان صور من النهاردة للغاية مع كل اللعب دون استثناء